تعالوا يا حلوين اقولكوا عملنا جلاش التحفة ده اللي محشي كنافة ومكسرات ازاي بص الله مبارك يا رب بصوا من فوق زي تحت بص انا ما قادرتش يقوم جماله احتجاه ايه قلتا مادو هنا معايا كوباية من المكسرات واحتجاه ضربها في الكبة ومعايا ربع كيلو من الكنافة حمرتوا بمعلقتين سمنة على النار وبعدا ما هدروا احتجاه ضربها كل ده في بعضه في الكبة وحاطيت معلقتين من السكة ومعلقتين من السمن احتجاه ضربهم كده تكتين وهنبتدي بقى نحشي هنا انا عندي لفة الجلاش هغض ورقتين ورقتين كل واحد على حسب الحشوة اللي هو عايزة انا هنا هحشي بالنهاردة بالكنافة والمكسرات بص الله مبارك بتزباطيها كده في بعضها احتجاه بقى مقطع عايزة صغيرة عايزة كبيرة على حسب ما انت عايز ممكن اقطع في الصنية بس يا عشان تفال حبيت اقطع بره يعني لفة الجلاش بتغض ربع كلهم الكنافة بس وبترس كله كده لو مبارك بصوا الكنافة بتبقى محشية مع الجلاش بتبقى بصراحة تحفة والطرقة دي هتعمللي الكمية كتير جدا يعني انا عملت الصنية ديت ونص صنية تاني بص الله مبارك الكمية كلها كده خلصتها وبعد اما خلصتها عندي معلقتين من الزبدة سيحته وترش كده على الايه على الوش كله وطبعا بتبقى عاملة الشربات الشربات احنا عاملوا كزا مرة مع بعضنا انا عملتوا الاول عشان يهدى لازم حاجة من اللي تبقى سخنة للجلاش للشربات الشربات بصراحة انا ايه عاملان مبادرة عشان يبقى هاتي الكمية كلها كده يعني لف الجلاش واحدة بتعمللي الكمية كتير جدا سلام مبارك اتمنى تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد بصوا بعد اما طلعت بقى واحتجاء سقياها الشربات تحفة جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا ما شاء الله تحفة بصوا جمال يعني اللفة عملت لصانية ونص لفتين يعني بتقطع بقى على حسب عايزة صغيرة عايزة البير اتمنى تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد